جل القطاعات هناك تدمرت بما فيها الجانب الثقافي في قطاع غزة هذا القطاع الذي كان له اهتمام وحضور كبير في قطاع غزة الكثير من المراكز الثقافية المكتبات والمسارح وطبعا هذه الجانب الاقتصادي ودور النشر اللي حاول الغزيون بناءها من نقطة الصفر رغم كل الظروف الصعبة فعليا اللي مرت في قطاع غزة نهيك عن الاستهداف المباشر للكثير من المثقفين والأدباء في قطاع غزة الحالة الثقافية وواقع القطاع الثقافي في قطاع غزة الذي دمر نتيجة ألة الاحتلال الإسرائيلي نتحدث في هذا الصباح مع الأستاذ يوسف الشايب رئيس تحرير منصة فلسطين الثقافية أهلا بك عبر وطن أهلا بك وفي كل المشاهدين والمستمعين صباح الخير يعني نتحدث فعليا عن واقع ثقافي كمان مرير يضف إلى سلسلة المرارات اللي عم يعيشها ويكابدها المواطن في قطاع غزة مع سمرار الحرب لشهر الخامس على التوالي استهداف مباشر للأدمغة الفلسطينية للمثقفين الفلسطينيين وللأدباء الفلسطينيين يعني للأسف الثقافي والفنون كعنصر مقاومة وصمود لا تنفصل عن الحال الكاملة في فلسطين عامة وفي اغتاء غزة وجه الخصوص بل ربما هي في أشد وطأة ما تعنيه الثقافي والفنون بمجملها حتى ما قبل الحرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر في غزة تحديدا كانت حالة صعبة حيث الحصار الخانق حيث الكثير من المبدعين لا يجدون الفرص الكافية قلة التمويل قلة الاهتمام بالقطاع الثقافي خاصة ما بعد الانقلاب أو الانقسام بغض النظر عن التسميات وأيضا كثير منهم حاول اللجوء إلى الخارج وكثير منهم أعماله لم تظهر إلا للأسف تم تسليط الضوء على إبداعاتهم وعليهم شخصيا عندما استشهدوا بالقصف الإسرائيلي الوحشي المتواصل ما بعد العدوان على غزة المتواصل منذ قرابة 130 يوم احنا عم نشوف تدمير في البنية التحتية الكاملة للقطاع الثقافي على مستوى المباني الأثرية احنا بنحكي عن أكثر من تقريبا 140 مبنى حسب آخر إحصائية لوزارة الثقافي وعشرات الشهداء 140 مبنى التوزع ما بين مباني تراثية مباني أثرية قديمة بعضها يقارب الألف عام كالمسجد العمري ككنيسة بروفيريوس كحمام الصمرة قصر الباشا والقائمة طويلة متاحف بالجملة وكنوز داخل هذه المتاحف منها أثار كنعانية ومن ثم أثار تتوزع على الحقب الأخرى ومنها أثار فرعونية أيضا بحكم القرب غزة من مصر هذا ما نجى من أصلا الحروب السابقة وما نجى من سرقات الاحتلال التي كانت ممنهجة للأثار الفلسطينية ومنها السرقة الشهيرة لمشهديين وزير دفاع وزير الحرب في الجيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وأيضا رئيس وزراء الإسرائيلي السابق مشهديين كان شهيرا بسرقته الأثار وتم الكشف عن ذلك منها نجى على سبيل المثال في متحف المتحف أو فندق المتحف كما يعرف وهو متحف خاص للخضري وهو رجل أعمال فلسطيني مهتم في هذا المجال نجى فقط وجه كنعاني واحد ولم يعد موجودا لا يدرى إن كان سرقا أم قصفا في هذه الحرب هناك فقدنا الكثير من الأرشيف برحيل أصحابها وفقدنا كما حال أرشيف أقدم صور لغزة برحيل مروان طرزي الذي كان يعمل لدى كيجام أول مصور بأرمني وهو المصور في قطاع غزة بالكامل برحيله المصير الأرشيف مفقود وللأسف لم يتم حد أن نقله رقميا أيضا مكتبات العامة والخاصة عندما نتحدث عن مكتبة بلدية غزة عندما نتحدث عن الأرشيف البلدية عندما نتحدث عن مركز رشاد الشوى كانت ترسخ بكم حائم مركز رشاد الشوى والمكتبة هناك مخطوطات نادرة للأسف حتى لم يتم أخذ نسخ إلكترونية منها ربما لأمور تتعلق بعدم تفعيل المكتب الوطني الفلسطيني حتى الآن منذ صدور قرار إنشاءها قبل قرابة سبع أو ثمان سنوات حتى الآن لم يتم تفعيلها وبالتالي عمليا لا يوجد على الأرض مكتب الوطني الفلسطيني وإلا كانت على الأقل احتفظت بنسخ إلكترونية من هذه الكتب النادرة أيضا المكتبات العامة اللي فيها أيضا كتب نادرة المراسلات الكاملة اللي كانت تحتفظ فيها مكتبة بلدية غزة واللي جزء من تاريخ القطاع إضافة إلى القطع الأثرية المكتبات الخاصة للكتاب والأدباء وأخيرها ما نشره القص البارع يسر الغول ضياع مكتبته وما تبقى منها عندما عاد ونحن نتحدث عن أيضا نوادر في الكتب تعرض للكثير من المكتبات ودور النشر للقصف وبالتالي مستودعاتها بما فيها من إبداعات لمبدعين شباب منهم من بقي على قيد الحياة وذهب ويتمنى النجاة من ما هو قادم ومنهم من رحل ونتمنى أن لا يكون رحل أثره الإبداع أيضا أستاذ يوسف جل ما ذكرت نتحدث عن هي حرب أيضا ثقافية إسرائيلية ممنهجة يحاول إحتلال إسرائيلي من خلال استهداف البنية الثقافية في قطاع غزة وتحدث عن حجم الخسائر الذي لا يمكن تعويده حتى لو انتهت الحرب ولكن بطبيعة الحال نحن سنجابح مع سمرار هذه الحرب هي طمس الحقيقة والثقافة الفلسطينية تزوير الحقائق محاولة سرقة الهوية والثقافة الفلسطينية دعيني أقول بأنه كان في تجربة مميزة في 85 يوم الأولى ربما جاءت بالمصادفة ربما كاد أن يفقد صديقنا وزير الثقافية الدكتور عاطفوسيف حياته كمواطن كان في مخيم جباليا لحظة وقوع الحرب وكاد يبنى المفترض أن يفتتح في السابع من أكتوبر من متحف الزي الفلسطيني في جنوب غزة المتحف التراثي للأثواب يدشن فعليات يوم التراث الفلسطيني ولكن حدث ما حدث وعاش كامل يوميات الحرب كما عايشها أي مواطن انتقالا إلى رفح وتمكن لاحقا من الخروج بعد 85 يوم ما فعله في 85 يوم رغم ما هو لا يريد تحدث عن ما تعرض إليه من قصف دمار شضايا طالت جسده قصف كاد أن يودي بحياته لأكثر من 6 مرات هو هو ابنه ياسر عرفات هو اسم مركب ما فعله بأنه لم يتوانى عن الكتابة كان برفقة أصدقائه يتوجه إلى بيت الصحاف الذي دمر أيضا بالكامل في وقت اللاعب ويكتب يومياته وتنشر في جريد الأيام هنا وفي جريد العربي الجديد نشرت في أكبريات الصحف بعض من يوميات واشنطن بوست نيويورك تايمز ولموند الفرنسية القارديان البريطانية ديرش بيكل الألمانية وصحف إيطالية وإسبانية وغيرها وصدر له كتاب بعنوان دونت لوك ليفت الآن موجود على كبريات المنصات ويحظى بإقبال كبير وهو أيضا عن يومياته في هذه الحرب ودونت لوك ليفت حينما سألته وانا الآن للعلم خرج الوزارة حينما سألته قال لي بأنه هي العبارة التي وجهها له الضابط في جيش الاحتلال حينما كانوا ينزحونها من مخيم جباليا في شمال الضف إلى خان يونس في جنوبها وهذا مهم وأيضا هذا ما فعلته وتفعله الشاعرة فاتنة الغرة التي استطاعت تحمل الجنسية البلجيكية واستطاعت وصمدت قرابة ثمانين يوما في ظروف غاية في الصعوبة وكانت تدون يومياتها وأعتقد أنها بصدد أن تصدر أيضا هذه اليوميات إضافة إلى مصدرة مؤخرا كتابة خلف الخطوط وهو كتابة عن وزارة الثقافة لـ 25 كاتب وشاعر وفنان ومخرج وبالتقادي وثيقة مهمة على الصعيد الإبداعي وقبلها أيضا على الصعيد التاريخي والتوثيقي طيب اليوم لما نتحدث فعليا عن ضرورة أن يكون هناك إنعاش للمشهد الثقافي في قطاع غزي أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى تدخلات جمع سواء كان على الصعيد المؤسسات الثقافية على صعيد وزارة الثقافية على صعيد أيضا كل من يعنى في الجانب الثقافي سواء كان محليا أو حتى دوليا اليوم كيف من الممكن أن نحافظ على ما تبقى من الإرث الثقافي في قطاع غزي في ظل استمرار حتى الحرب الإسرائيلية على القطاع وبعتقد إحنا بحاجة إلى التفكير كثيرا ومعمقا بآليات الإصدارات اللي ما بعد الحرب لأنه سيكون هناك الكثير من الإصدارات المتعلقة بتجربة الحرب باعتقادي غزي لا يعرف الكثير عنها الكثير حتى نحن كفلسطينيون لا نعرف الكثير عنها خاصة عن تاريخ القديم وبالتالي الكثير من الكتب صدرت عن غزي بدأت تطفو إلى السطح الآن وبدأ الناس يهتمون بقراءتها الآن سواء خاصة الكتب التي تندرج في إطار التاريخ والتوثيق الحضري وغير ذلك من الكتب وأيضا هذا ينطبق على الأفلام الوثائقية سواء التي أعدها فلسطينيون أو أعدها أجانب هذا ربما دفعنا نحن في المنصة بالشراكة مع سينما القصبي ومؤسسة الفيلم الفلسطيني لإقامة فعالية على مدار 20 يوماً 25 يوماً من 25-11 لـ20-12 بعنوان يلا غزي وهو فعالية تضامنية لمخرجين أجانب فلسطين باعتبار أنه نحن لن نتضمن مع أنفسنا ولكن هم أحبوا أن يعرضوا هذه الأفلام في فلسطين فكان سبع أفلام على مدار 20 يوم وكان الفعالية تحمل اسم يلا غزي في نوع من الأمل واسم نهضوي وهو اسم فيلم الافتتاح الذي كان عرضه العالمي الأول بفلسطين للمخرج الفرنسي فرانسوان نوريه نشكره جزيلاً لأنه وافق على أنه حتى يقدم مداخلي وفي حينها وزير الثقافي قدم أيضاً مداخلي مسجلي من مكان نزوحه في خان يونس وتمكننا من عرض فيلمين من هذه الأفلام في قطاع غزي في مراكز الإيواء والنزوح بالتنسيق مع مؤسسات عبر التواصل ما بيني وما بين وزير الثقافي المباشر رشح لمؤسسات وتم أخذ موافقة المخرجين والمنتجين وعرض فيلمين ناطقين بالعربية لم يكن من بينهم يلا غزي ولا فيلم الختام الإيطالي سوقفك قليلاً عن هذه النقطة إيش دعنا نتحدث عن الأثر المعنوي فعلياً لعرض مثل هذه الأفلام في ظل الظروف الحالية وتحديداً في قطاع غزي يعني بأعتقد أنه هناك تجربة متواصلة سيما سينما والنزوح يقوم بها منتدى الشارك الشبابي يعرض أفلام للأطفال هناك أفلام ترفيهية تخفف عن الأطفال هناك أفلام لربما تشعرهم بأنه المعاناة هي مسلسل مستمر كما في حال الأفلام التي عرضناها ولكن هنا أحد الأفلام الذي عرضه واسمه One More Jump الإنجليزي فيلم إيطالي أيضاً إيطالي إيرلندي مشترك أو قفزة أخرى ويتحدث عن رياضة الباركور في غزي ويعطي نوع من الأمل خاصة أنه مبدعي الباركور بالفرق المتتالي من مؤسسيها إلى الآن الشباب الصغار السن ما زالوا يبثون الفرح والأمل بممارسة رياضاتهم على الشاطئ في المباني حتى في المباني المدمرة أيضاً يمارسون رياضاتهم في المباني المدمرة ويبثون نوع من الفرح والأمل بين قسين للأطفال في قطاع غزة نحن نتحدث عن 22 ألف طفل يتيم نتحدث عن 17 ألف حتى اللحظة طبعاً ما بتوري الأطراف من الأطفال فقط نتحدث عن أكثر من هذا العدد فقد أباً أو أماً أو أختاً أو أخاً أو أحد من أفراد أسرته وإذا ما تحدثنا عن المأوى فلربما جميع أطفال غزة الآن بلا مأوى إلا من ندر فما يحدث من تدخلات تحاول المؤسسات وكان هناك اجتماع للمؤسسات برعاية وزارة التقافي قبل فترة واستعرضت كل مؤسسة ما تقوم به تحاول المؤسسات العمل في قطاع غزة بالربط ما بين الجانب الإغاثي بدعم الفنانين وعائلاتهم على أقل لتوفير طعام لهم نوع من المأوى بشكل أو بآخر أيضاً بعض النقود ليصرفوا عليها وتنظيم فعاليات مجملها مجملها هي فعاليات تفريغية للأطفال اليوم أحكي عن أهمية هذه التكاملية التي ذكرتها سواء كان على الصعيد النفسي وبعتقد أنه أي شيء يندرج تحت يعني بعد الأمان واستشعار الشخص بالأمان الجانب النفسي الجانب ممكن الإغاثي الجانب التربة والجانب الثقافي ما مدى أهمية فعلياً العمل بشكل متكامل للخروج نوعاً ما بإنتاجات ولو كانت نوعاً ما مقوضة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للخروج بثمار على مجموعة من الاتجاهات سواء كانت تربوية الثقافية أو حتى النفسية يعني تم طرح فكرة أنه يتشكل لجان لكن أعتقد أنه الوقت غير مناسب الآن لتطرح فكرة لجان علينا العمل فوري وعلينا عدم التفكير لأنه الصواريخ لا تنتظر والأرواح لا تنتظر علينا إسعاف ما يمكن إسعافه ولو بث الفرح لي عشر ثواني في داخل طفل أو سيدة أو رجل أو مسين بحاجة لهذا الفرح لعله يضحك من مشهد في فيلم أو من حركة بهلوانية لسرك أو من ستاند أب كوميدي يقدم أو هكذا طبعا أن الإحياء الواقع الثقافي في غزة لربما يتطلب أكثر من إحياء الحياة برمتها في غزة ونحن لا نعرف من المآلات القادمة التي نتمنى أن تقف عندها هذا إذا ما وقفت الآن التقدير بأن الحياة بحاجة إلى سنة 1992 لتعود إلى طبيعتها ودائما للأسف في الشأن الفلسطيني القطاع الثقافي والفني هو في سلم الأولويات في ذيل سلم الأولويات وليس على رأس سلم الأوليات ولا في المنتصف وأبرز دليل على ذلك هو الموازنة المخصصة من الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس السلطة إلى الآن لوزارة الثقافي التي تتجاوز ثلاثة بالألف ثلاثة بالألف هي لا تكفي هي فقط بعيدا عن الرواتب هي لا تكفي لإنتاج ربع فيلم روائي هذه لكل القطاعات فلكي أن تتخيلي مع الاشتراطات التي تواصلت على مدار 30 عام من 1994 إلى الآن بدءا من الـ USAID فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وليس انتهاءا بالاتحاد الأوروبي والآن العلاقة ما بين المؤسسات الثقافية والممولين وخاصة من الممولين من الدول التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح أعتقد أن الوضع الثقافي أيضا في الضفة صعب على المؤسسات التي الكثير منها مهددة بالإغلاق الكثير منها غير قادرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها الكثير منها بانتظار ما لها من أموال لدى الحكومة وأيضا التحويلات التي تضع سلطات الاحتلال عليها الكثير من العراقيل من الخارج لبرامج نفذت حتى ما قبل السبع من أكتوبر والآن نحن نعلم أن الأولوية للواقع الإغاثي والصحي والتعليمي بطبيعة الحال إذا كان لا يعرف متى سيكون هناك انتظام للجانب التعليمي وانحياء أصلا برمتها ولكن جانب التعليمي أيضا قد يبدو لدى البعض أنه من الطرف الحديث عن الثقافة والفنون ولكن نحن نعجب أن نعلم أن الثقافة والفنون هي عنص صمود ومقاومة مهم وأن صراعنا صراع رواية وصراع ثقافة وصراع حضارة ولذلك هم يحاولون سلبنا كل رموزنا الوطنية من الثوب مرورا بالدبكة حتى الفلافل والحمص وكل رموزنا الوطنية بحاولوا سرقتها وبحاولوا تهميشها وبحاولوا حتى فرض الاستيطان مش على الأرض حتى على الرموز الفلسانية وبطبيعة الحال سيد يوسف شكر موصول لكل من هم في الجانب الثقافي اللي أخذوا على عاتقهم رغم كل الصعوبات اللي أشرت لها أن يكون هناك حضور دائما لثقافة الفلسطينية أتشكر وجدك معنا هذا الصباح سيد يوسف الشايب رئيس تحرير منصة فلسطين الثقافية